الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يدشن قناة السويس الجديدة التي تعقد عليها الأمال لإنعاش الاقتصاد المصري المتدهور بعرض جوي وبحري تقدمه على متن اخت المحروس الملكي الذي شارك في افتتاح القناة قبل حوالي 150 عاما مرسم الاحتفال انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في الإسماعيلية بشمال شرق البلاد في الوقت الذي تشهد فيه مصر وضعا أمنيا هجا على خلفية التهديدات التي يطلقها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية قناة السويس الجديدة ستسمح بسير السفن في الاتجاهين ما سيقلص الفترة الزمنية لعبور السفن من 18 إلى 11 تساعة